الخطاب البلاغي يتردد صده في كافة أنحاء العاصمة اليونانية أثنى بينما تسرع ساعة الحساب الخطى قبل أن يتحقق ما يمكن أن يكون أكبر إفلاس في التاريخ لكن وزير المالية الليتواني ريمانتاس ساديوس يزعم أن عقارب الساعة يمكن أن تتوقف مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يبدل المستطاع من أجل التوصل إلى حل وسط وهذا ما يجعل العناوين الرئيسية لصحف اليونان تصرخ منذرة بقرب الكارثة أنا لا أتفق مع رأي القائل بوجود انذار أخير كما يقول هذا الخبير اليوناني التحذير شيء مختلف أعتقد أنه ستكون هناك فسحة من الزمن حتى عشرة أيام أخرى مما سيترك المجال للتوصل إلى اتفاق إذا كان تجديد خطوط السيول الطارئة من المركز الأوروبي للبنوك اليونانية يبدو أمرا محسوما فقد أعطت أوروبا مهلة هذا الأربعاء حتى يوم الجمعة للتوصل إلى اتفاق الخبير روبرت هالفر يشرح بالقول السوق لا يزال يرى ما يجري على أنه لعبة بوكر من كل الجانبين اليونان ومنطقة اليورو ويتوقع استمرار المفاوضات حتى اليوم الأخير اليونانيون سيبقون في منطقة اليورو ولكن إذا سارت الأمور على هذا المنوال حتى منتصف مارس آذار يجب وضع خطط لحروج اليونان ويمكن لمنطقة اليورو إدارة ذلك لكنه أمر غير مرغوب فيه خطة إنقاذ اليونان الحالية تنتهي في الثامن والعشرين من فبراير شباط وإي اتفاق جديد يجب أن يحظى بالموافقة من قبل الحكومات الوطنية مما يعني أن الوقت بات متأخرا ترجمة نانسي قنقر